ألقت أجهزة الأمن الكويتية القبض على المحكوم الهارب الثالث عشر من خلية العبدالي وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت أنها ألقت القبض على 12 من أصل 14 شخصاً تواروا عن الأنظار بعد صدور الحكم النهائي من محكمة التمييز وألقت الأجهزة الأمنية الكويتية خلال الأيام الماضية القبض على عدد من المتهمين بالتستر على أفراد خلية العبدالي الهاربين عاقب صدور حكم التمييز بحقهم